موسيقى موسيقى أهلا بكم مشاهدينا إلى أسبوع الصحافة والبداية بأبرز العنوين أخبار الخليج البحرينية مفوضية حقوق الإنسان في العراق تكشف عن تغييب ما يقرب من 9000 عراقي في أقبية الدولة العميقة الميثاق الوطني العراقية عراقيون يطلقون وسم الكتل تسوف قانون الانتخابات وفي تقرير لصحيفة الرؤية العمانية تنقله عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية الانغلاق الحدودي يقوض فرص الاقتصاد العالمي في التعافي من المقالات يكتب أثير ناظم في المدى العراقية لجانو مكافحة الفساد وتتساءل بودور عدنان في البلاد البحرينية هل تخلف باريس واشنطن في العراق؟ لحظات وتأتيكم التفاصيل قالت صحيفة أخبار الخليج البحرينية إن الأحزاب الشيعية في العراق تريد فرض شروطها على الكاظمي حيث لا مساس بالفصائل المسلحة وقمع التظاهرات التي وصفوها بأنها تفقد هيبة الدولة وأن المشاركين فيها مخربون بحسب تعبيرهم وفي عنوان آخر نقلت أخبار الخليج البحرينية عن مفوضية حقوق الإنسان في العراق كشفها تغيب ما يقرب من 9000 عراقي في أقبية الدولة العميقة خلال عامي 2015 و2016 ويقول عضو المفوضية أنس العزاوي إن هناك من يتحدث عن 12 ألف مغيب واصفا إياهم بالمختفين دون إخبار ذويهم عن مصيرهم وتم اختطافهم في محافظتي الأنبار وبابل قالت صحيفة العرب اللندنية إن محاسبة قتلة المتظاهرين في العراق تلاحق موظفي الدولة وتتحاشى الميليشيات ويخشى ذو المحتجين القتلى والمغتالين والمختطفين والمخفيين قسرا أن تتم التضحية ببعض الموظفين استرضاء للشارع المطالب بالمحاسبة وأن الظاهرة تحارب بأيدي فاسدين يديرون مؤسسات فاسدة بضمنها مؤسسة القضاء نقلت صحيفة المدى العراقية عن مسؤولين أمنيين قولهم جهات متنفذة تستورد السلاح المنفلت وتقوض جهود ملاحقته وتضيف المدى قد يبدو من الصعب على الحكومة السيطرة على السلاح المنفلت حيث تجرى تجارة واسعة لتهريب السلاح قالت صحيفة الميثاق الوطني العراقية إن عراقيين أطلقوا وسم الكتل تسوف قانون الانتخابات بعد محاولات الكتل السياسية تسويف قانون الانتخابات وتأخيره وعدم إكماله ويلخص الخبير القانوني طارق حرب خفايا ما يدور تحت قبة البرلمان العراقي أن بعض النواب يعملون على تأخير موعد الانتخابات المبكرة قدر الإمكان في حين ينتظر الشارع العراقي الموعدة على وقع تجدد المظاهرات أكدت صحيفة العربي الجديد اللندنية فرض قيود على الصحفيين أثناء تغطية جلسات البرلمان العراقي وتقييد تحركاتهم الأمر الذي يتعرض مع حرية العمل الإعلامي ويؤكد مراقبون أن القرار ينطوي على أبعاد سياسية تهدف لتقييد عمل الإعلام بمتابعة ما يجري في الجلسات مطالبين بأن يطلع الشارع العراقي على تفاصيلها أوضحت صحيفة البلاد البحرينية أنه يوجد في العراق إصابات قياسية بكورونا والمستشفيات على وشك الانهيار وسجل العراق رقما قياسيا منذ بدء الجائحة قارب الخمسة ألاف إصابة ومن المتوقع أن يستمر بالتصاعد مع فقدان سيطرة المؤسسات الصحية في التعامل مع كثرة الإصابات وارتفاع الوفيات مشيرة إلى تحذير منظمة الصحة العالمية أن العراق يمتلك نظاما صحيا يواجه صعوبات منذ سنوات طويلة وفي تقرير لصحيفة الرؤية العمانية تنقله عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية الانغلاق الحدودي يقوض فرص الاقتصاد العالمي في التعافي مشيرة إلى أن الوباء أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل خصوصا مع توقعات البنك الدولي بكساد عالمي حقيقي أسوأ بكثير من الانكماش في عامي 2008 و2009 وترى المجلة الأمريكية أنه يجب على الحكومات أن تبدأ فورا بوضع خطط لعادة فتح حدودها بأمان ومن الضروري أن يصبح الوباء مثالا على كيفية تعاون العالم لحل مشكلة مشتركة أما الآن فأنقلكم مشاهدين إلى الكاريكاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من المقالات تناولت صحيفة الميثاق الوطني العراقية مقالا لفارس الخطاب تحت عنوان الكاظمي والمغيبون قسريا في العراق يقول فيه من الغريب أن الكاظمي لم يتحرك على قضية تمس أمن المواطن وقوته وصحته إلا بعد أن يثير هذه القضية طرف ثالث وهو إما الإعلام أو مفوضية الأمم المتحدة في العراق أو وسائل التواصل الاجتماعي ويكمل بالقول لا كرامة ولا عزة للعراق من دون شعب حر كريم يشعر بالكرامة في أرضه والأمن بين أهله ويكتب أثير ناظم في المدى العراقية لجان مكافحة الفساد يقول في مقاله الأكثر سخرية أن المواطن العراقي بات على يقين من أن أي لجنة تشكل من قبل الحكومة للبت في قضية فساد هي بالحقيقة عملية تميع وتستر ما يؤدي إلى أن هذه اللجان ستعمل على أن تكون القضايا التي شكلت على أساسها قضايا أقل من الثانوية وسيجعل من أي قرار يصدر عنها مصدر سخرية وعدم اكتراث من قبل المواطنين العراقيين أخيرا تتساءل بدور عدنان في البلاد البحرينية هل تخلف باريس واشنطن في العراق وتضيف بالقول في زيارته لبغداد أكد رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أهم التحديات التي يواجهها العراق هي التدخلات الخارجية التي تهدد سيادته على أراضيه وتكمل الكاتبة بالقول يبدو أن فرنسا لن تفوت فرصة الانسحاب الأمريكي من المنطقة ومن العراق تحديدا والبحث لها عن موطئ في الشرق الأوسط حتى إن كان ذلك ليس في المستقبل القريب مشاهدين سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة الدكتور كمال صغول الكاتب والمحلل السياسي يسرنا تفضلكم بمتابعة حيثيات الحوار أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار أسبوع الصحافة أرحب عبر سكايب من عمان بالدكتور كمال صغول الكاتب والمحلل السياسي مرحبا بك دكتور كمال إلى هذا الحوار أهلا وسهلا بك أخي أحسان وبالسادة المجاهدين أهلا بك نبدأ من عنوان صحيفة أخبار الخليج البحرينية الأحزاب الشيعية في العراق تريد فرض شروطها على الكاظمي حيث لا مساس بالفصائل المسلحة وقمع التظاهرات التي وصفوها بأنها تفقد هيبة الدولة وأن المشاركين فيها مخربون بحسب تعبيرهم برأيك لماذا تخشى أحزاب السلطة من المتظاهرين وتصفهم بالمخربين لأن المتظاهرين يطالبون بحقوقهم ويطالبون بالهوية الوطنية وهذه المطالبة تؤثر على المشروع الإيراني المشروع الإيراني له عدة أوجه وجه عسكري ووجه اقتصادي ووجه يتعلق بالملف النووي الإيراني إذا بدأنا بالوجه العسكري إيران تريد أن تبقي على مشروعها الاستراتيجي العسكري الذي يمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى حزب الله أيضا من الناحية الاقتصادية إيران تريد أن تبقى مسيطرة على المعابر الحدودي من أجل أن تبقي على التبادل التجاري كون سوريا تخطع لقانون قيصر وكون إيران تخطع إلى قانون العقوبات الأمريكية ولذلك تريد أن تحتفظ بباب للتجارة من أجل أن تقوم بعمليات تجارية من خلال الحدود العراقية الإيرانية والعراقية السورية أيضا تريد أن تبقي على سلاح الميليشيات لكي يكون ورقة ضاغطة في المفاوضات كما يتعلق بالملف النووي الإيراني أن إيران تمتلك 996 جهات طرد مركزي تشغل منهم 174 جهات طرد مركزي وبالتالي تقوم بتخصيب اليورانيوم المخفض بنتبة 20% سنويا وبالتالي هي إن خسرت سلاح الميليشيات على الأرض العراقية ستقسر الملف النووي الإيراني وهي تناور الآن قبل الانتخابات الأمريكية نعم نبقى في أخبار الخليج البحرينية حيث تقول أن مفاوضية حقوق الإنسان في العراق كشفت تغييب ما يقرب من 9000 عراقي في أقبية الدولة العميقة وذلك خلال عامي 2015 و2016 دون إخبار ذويهم عن مصيرهم وقد تم اختطافهم في محافظتي الأنبار وبابل إذن مغيبون في أقبية الدولة العميقة ما الغاية من ذلك برأيك؟ طبعا هناك مغيبون في أقبية الدولة لأن هذا الملف تم ترحيله عبر الحكومات بعد الغزو الأمريكي منذ عام 2003 وبالتالي العدد والرقم يكون أكبر من ذلك حسب جبهة الإنقاذ والتنمية العراقية يصل إلى 12 ألف لكن بعض العائلات أبلغت بشكل رسمي عن أبنائهم المفقودين ما يقارب 6500 عائلة أبلغوا والباقي لم يبلغ بسبب الخوف من الميليشيات والتهديدات التي طلقها الميليشيات باتجاه دوي هؤلاء المفقودين وبالتالي هذا الملف ملف شائك أيضا يوجد 36 ألف سجين 60% منهم متهمون بقضايا إرهاب هذا ملف شائك يتم ترحيله عبر الحكومات ولا تستطيع الأجهز الأمنية أن تواجه به الميليشيات لأن جميع المفقودين أو جل المفقودين فقدوا في مناطق الميليشيات نعم أيضا في ذات السياق وضمن زاوية مقالات تناولت صحيفة الميثاق الوطني العراقية مقالا لفارس الخطاب تحت عنوان الكاظمي والمغيبون قسريا في العراق يقول فيه من الغريب أن الكاظمي لم يتحرك على قضية تمس أمن المواطن وقوته وصحته إلا بعد أن يثير هذه القضية طرف ثالث برأيك هل يمتلك الكاظمي الحزم لإنهاء ملف المختفين والمغيبين قسريا في العراق؟ يمتلك الكاظمي إدارة ملف المغيبين والحصول على معلومات عن ذلك إذا توفر شرط واحد وهو إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية ومنع الإزدواجية العسكرية والسياسية داخل البلاد لا يمكن أن يحصل على معلومات دقيقة على الإطلاق الرئيس الوزراء العراقي لا يمكن أن يحصل على تلك المعلومات بدون هيكلة الأجهزة الأمنية ومن ثم دمج الميليشيات داخل القوات العراقية تحت مسمى وزارة الدفاع وبالتالي التعرف على المعلومات والتعرف على المفقودين وعمل قائمة بيانات ومن ثم يستطيع فعل ذلك غير ذلك يستعين بطرف ثالث سواء كانت من الأمم المتحدة أو منظمات حقوقية أو يعني يرشل رسالة إلى الميليشيات بأنه يتعرض إلى ضغوط من قبل المنظمات الدولية لكي يشعرهم بأن هذا الملف يعني ملف شائك ويجب أن يحل لا يمكن أن يحل هذه المشكلة بهذه الطريقة إذا لم يتمكن من دمج الميليشيات داخل الأجهزة الحكومية والسيطرة عليها من جديد وسحب أفتحة صحيفة المدى العراقية تنقل عن مسؤولين أمنيين قولهم جهات متنفذة تستورد السلاح المنفلت وتقوض جهود ملاحقته هل سينجح الكاظمي في القضاء على ظاهرة السلاح المنفلت؟ والله هو تعبير السلاح المنفلت يبدو بأنه انطبق فقط على سلاح العشاء السلاح المنفلت ينطبق على جميع الميليشيات الموجودة داخل الأرض العراقية وبالتالي أنا لاحظت أن الحكومة بدأت بجمع السلاح المنفلت من العشائر بناء على مشاجرات حدثت هنا وهنا يعني في أي دولة في العالم يوجد سلاح مع الأسر لكن الأسر لا تستخدمها وبالتالي عندما يطبق القانون على الجميع بالتساوي بالتأكيد هذه الأسر لن تستخدم هذا السلاح ضد الدولي وضد القانون وبالتالي يستطيع الكاظمي إذا أصر على سحب سلاح الميليشيات أولا قبل أن يتحدث عن السلاح المنفلت بيد العشائر وفي مناطق مختلفة جغرافية معينة وليس في جميع المناطق الجغرافية في العراق كيف نحل هذه القضية؟ نستطيع حل هذه القضية من خلال السيطرة على المعابر والحدود يعني المعابر والحدود بيد الميليشيات بيد الميليشيات الولائية التي تنتمي إلى إيران وبالتالي تهريب الأسلحة واضح جدا على المعابر والحدود وبالتالي تحصد الميليشيات ملايين الدولارات من تهريب الأسلحة وبالتالي لا يمكن لجمع سلاح العشائر أن ينهي القضية أيضا صحيفة الميثاق الوطن العراقية تقول عراقيون يطلقون وسم الكتل تسوف قانون الانتخابات وذلك بعد محاولات الكتل السياسية بطرق مختلفة تسويف قانون الانتخابات وتأخيره وعدم إكماله والمصادق عليه لماذا التسويف والتأخير في إقرار قانون الانتخابات؟ يعني يأتي هذا التسويف لتعطيل الانتخابات المذكرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكعظمي وبالتالي هناك قانون انتخاب صدق عليه البرلمان فقط باستثناء الملحق مادة 15 التي تريد أن تغير الدائرة الواحدة إلى عدة دوائر وهذا ما يرفضه الميليشيات لأن تقسيم الدائرة الواحدة إلى عدة دوائر يعني القضاء على تماسك تلك الميليشيات ويعني سيعمل على تقسيمات جغرافية وبالتالي سيظهر تنظيمات أخرى وستظهر أيضا تحالفات عشائرية جديدة بسبب تلك الدوائر وبالتالي هم يرفضون ذلك نعم صحيفة العرب الجديد اللندنية تؤكد فرض قيود على الصحفيين أثناء تغطية جلسات البرلمان العراقي ما الدافع لفرض هذه القيود؟ أولا لجعل المتظاهرين الذين يخرجون إلى الساحات مغيبين عما يدور في البرلمان ثانيا لعرقلة عمل البرلمان ولمنع الحقيقة وأيضا هم الدعوا أنه يعني بسبب جائحة كورونا ويريدون أن يتخذوا إجراءات احترازية من أجل التباعد الاجتماعي لكن يبدو بأن جل الأمر يتعلق بالمناقشات داخل البرلمان حول سلاح الميليشيات وحول قانون الانتخاب وماذا تريده الميليشيات وبالتالي هم يريدون أن يخفون الحقيقة عن المتظاهرين في الساحات كي لا يؤجج الساحات من جديد صحيفة البلاد البحرينية تناولت الشأن الصحي في العراق حيث عنونت إصابات قياسية بكورونا والمستشفيات على وشك الانهيار بعد أن سجل العراق رقم قياسي منذ بدء الجائحة قارب الخمسة ألاف إصابة ما الأسباب وراء هذه الأرقام المتصاعدة؟ تعود أسباب ارتفاع أرقام المصابين في جائحة كورونا في العراق إلى عدم فرض قانون التباعد الاجتماعي وأيضا إلى نقص المعدات الطبية لدى الأطباء إذا سمعنا أن المرض انتشر بين الأطباء والممرضين هذا يدل على أن هناك نقص في المعدات الطبية نقص أيضا في الأسرة في المستشفيات ونقص في مراقبة الغذاء والدواء نقص في منع التجمعات إذا لاحظنا في يوم عشرة كان التجمع كبير جدا بدون كمامات وبالتالي لم تستطع الحكومة العراقية من فرض قانون التباعد الاجتماعي في تلك المناسبة وبالتالي يجب مراقبة جميع المناطق من تجمعات فرض قانون التباعد الاجتماعي أيضا قضية مهمة ورئيسية تتعلق بوباء كورونا هي مراقبة المعابر والحدود المعابر والحدود يعني يدخل من سوريا ما يشاء ويدخل من إيران ما يشاء وأنت تعرف أن إيران كانت مصدر للوباء بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي يعني من السهل أن ينتشر هذا المرض سهولة إن لم يتم السيطرة على المعابر والحدود التي تسيطر عليها الاشياء التي تتبع نعم في المدى العراقية يكتب أثير ناظم لجانو مكافحة الفساد يقول الكاتب الأكثر سخرية أن المواطن العراقي بات على يقين من أن أي لجنة تشكل من قبل الحكومة للبت في قضايا فساد هي بالحقيقة عملية تميع وتستر وعدم اكتراث من قبل المواطنين العراقيين لماذا لم يعد العراقيون يثقون باللجان الحكومية المشكلة بقضايا الفساد؟ بالنسبة لقضايا الفساد هناك عدم ثقة بسبب المتنفذين داخل مؤسسات الدولة العراقية الميليشيات لهم حصص داخل مؤسسات الدولة وبالتالي أي لجنة تشكل يكون فيها نسبة كبيرة من هؤلاء الميليشيات وبالتالي يكون القرار لفالح الميليشيات ونحن نعرف أن التوظيف أيضا كان على أتاس طائفي وبالتالي معظم مؤسسات الدولة الآن ينتشر فيها المتنفذون من قبل الميليشيات ضمن زاوية بقالات أيضا تتساءل بدور عدنان في البلاد البحرينية هل تخلف باريس واشنطن في العراق؟ مضيفة يبدو أن فرنسا لن تفوت فرصة الانسحاب الأمريكي من المنطقة ومن العراق تحديدا وتبحث عن موطئ قدم لها في الشرق الأوسط برأيك هل عودة فرنسا كلاعب أساسي في المنطقة يعتبر عاملا إيجابيا للشرق الأوسط؟ أنا لا أعتقد بأنه عاملا إيجابيا على الإطلاق أنا أعتقد بأن فرنسا دخلت إلى لبنان دون موافقة أمريكا وأمريكا عندما رأت ذلك اشترطت على فرنسا أن تدخل بالتوازمها إلى العراق لكن فرنسا تتعامل مع الوضع بذكاة هي ستدخل إلى العراق لكنها ستفتح أبواب تجارة مع إيران وستكون أبوابها مشرعة إلى إيران من أجل التبادل التجاري وشراء النفس ولن تشتبك على الإطلاق مع الميليشيات على الإطلاق لكن السيناريو الأول المتوقع هو أن فرنسا ستسير بشكل متوازي مع الوليات المتحدة الأمريكية ولن تشتبك عسكريا السيناريو الثاني هو ستسير بالتوازي مع الوليات المتحدة الأمريكية لكنها ستخدعها وستحصل على إيرادات اقتصادية هائلة من إيران وستضمن لإيران متابعة مسيرها في الملف النووي الإيراني وأيضا هذا يؤثر على المجتمع العراقي وعلى الدول العراقي بأن الأزمة ستطول لأن تاريخ فرنسا السياسي يقول أن فرنسا لا تشتبك عسكريا منذ بيتنام انسحبت من بيتنام وتركت الساحة للوليات المتحدة الأمريكية وعندما تحصل المعركة تخرج إلى الخارج أو تصبح عضواً في تحالق صحيفة الرؤية العمانية تنقل عن مجلة فورين بوليسي الأمريكية الانغلاق الحدودي يقوض فرص الاقتصاد العالمي في التعافي مشيرة إلى أن وباء كورونا أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل برأيك ما المدى المتوقع لتعافي الاقتصاد العالمي وعودته من جديد؟ حقيقة في المنتدى العالمي للاقتصاد أربعين خبير اقتصادي يتوقعون التعافي السريع أن يكون في عام 2022 لكن يقولون يجب عمل عدة قطوات من أجل الاقتصاد العالمي أولاً إعادة صياغة السياسات الاقتصادية بين الدول وإعادة فرض الضرائد بما يتناسب مع تجارة الدول ثانياً إيجاد موارد جديدة اقتصادية وتبادلها بين الدول ثالثاً مواءمة الأهداف مع الأداء الاقتصادي للدول وبالتالي التعافي السريع سيكون عام 2022 أما التعافي الشاق كما وصفوه سيكون عام يعني يحتاج إلى خمس سنوات ست سنوات قادمة وبالتالي ستشهد دول العالم اتفاقات تجارية جديدة وهذا سيحب من لغة الحرب العالم يعني من يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية حرباً على إيران هذا مستبعد لكن ستغير قواعدة اشتباك على الأرض العراقية لذلك تمحت لفرنسا للدخول من أجل التغيير حين انتهاء الانتخابات الأمريكية نعم الدكتور كمال الزغول الكاتب والمحلل السياسي شكراً جزيلاً لك على هذا الحوار شكراً جزيلاً لك أخير سنة والشكر موصول لكم مشاهدينا نشكر طيبة المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة